مع الحملة الانتخابية لكن هذه المرة من فرنسا وتحذيرات الجالية الجزائرية لهذا الموعد الاستحقاقي قام مكتب تنسيقية حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا بفتح المكتب الثاني لدعم المترشح الحر عبد المجيد تبون في مدينة ليل شمالي فرنسا وقد ركز جميع المتدخلين على ضرورة التعبئة في أوساط المهاجرين وعائلاتهم للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة وفيما يلي بعض أصوات أفراد الجالية رصدها لنا مراسل الوطنية محمد الزاوي اليوم كنا فتحنا مكتب برمانانس من دوبيل الانتخابات على رئيسنا عبد المجيد تبون وهذا المكتب حالينا اليوم وسيدهم حتى اليوم 1 سبتمبر باش لنسانسيباليزيو نوقعوا الجاليين تاعنا باش يروحوا يفوتوا اليوم الأوزاد جهدون جدًّ للمساعدة كمبيانات والمقاتيوات تعطي الأمر وضع مكتب صنقات على مكتب أفراد الجزية لحسنان السيطرة الأصوات عليهم الإشتراكية لحسن للأمام وهذا الشيء حضرنا اليوم باش نبينو بلينا مع بلادنا وراني عني هنا نتحركو باش نعل وراية الجزائر ندينو هاد الاكمبان باش ننو غيري لغ انشاء الله البرزيدن تانا مسيو عبد الماجيد طبون لازو صوالح ملاح كان الناس اللي غالب ما كانش عندهم لبييه فاميليال لبييه هاده ملاحة وباش نزيدو في الخدمات تعد زير وفي السياق ذات اكد مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد طبون بفرنسا عبد القادر عويس عن الجاهزية التامة لانجاح هذه الاستحقاقات والعمل على قدم وساق لترويج لبرنامج المترشح الحر عبد المجيد طبون واقناع الجالية من اجل التصويت له يوم السابع سبتمبر المقبل ميكروفون محمد الزاوي والحمد لله الامور تمشي على حسام يورام ورانا في هذا الاسبوع الثاني رانا في كل نشاطه حيوية ورانا قايمين بكل الواجب ورانا في كل دشرة حتى في كل اسواق ورانا في المقاهي باش نقنعوا الجالية الجزائرية باش تروح تنتخب قوة تنتخب لصالح المرشح الجزائر السيد عبد المجيد طبون احنا كلنا مجندين متفائلين خير بان نسبة المشاركة تكون قوية وقوية جدا مدام كل الناس رهي مقتنعة بمجهودات سيد الرئيس